خلينا دلوقتي ننتقل لمجموعة من اللقاءات اللي أجراءها زملائنا في منتدى شرم الشيخ وكان انتقائهم لمجموعة من الضيوف اللي كانوا شاهدين على نجاح هذا المنتدى مش بس كمنصة حوارية لكن فعالياته أكيد بتخرج شباب مؤهلة للقيادة في المستقبل منها اللقاء لأجريته ليندا عبداللطيف مع محمد مجاهد ومحمد هو واحد من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة اتكلم فيه عن تجربته والخبرات اللي حققها خلال دراسته في الأكاديمية الوطنية للتدريب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم بيسعدنا ان ينضم إلينا محمد مجاهد وهو احدى خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة أهلا بحضرتك يا فاند أهلا بحضرتك فاند بقاعد يعني بداية انا عايزين نتكلم عن تجربتك في هذا البرنامج يمكن ده احد البرامج اللي فعلا الدولة بدأت تفكر فيها مؤخرا في ازاي انها تطور القطاع الحكومي وهي تطور قيادات القطاع الحكومي بحيث ان احنا ننشئ الصف التاني اللي هيبقى الصف الاول في خلال سنوات واللي بدأ يظهر منه ناس كتير اول في المناصب القيادية سواء مساعدين وزراء او في مجلس النواب ومجلس الشيوك او في نواب المحافظين التجربة بتاعتي يمكن كانت في 2019 البرنامج مدته السنة فكانت فترة طويلة جدا ولكن فيه دعم من القيادات الحكومية بتاعتنا في وزاراتنا المختلفة ووجهاتنا المختلفة في ان احنا ناخد البرنامج دورا البرنامج الاستمرار على مدار السنة ويمكن زي ما شفنا في الحفلة النهاردة الشرقات اللي كانت موجودة سواء معهد الدراسات السياسية في جنيف او سواء معهد القوي او الصفارة الفينسية كل دول اسهمه كمان بمجموعة من البرامج اللي اخدناها فما كانش على المستوى المحلي بس ولكن كان على المستوى الدولي في موضوعات مختلفة ويهي الكورسات اللي انت خدتها خلال فترة البرنامج يمكن تقريبا احنا يعني الدراس ده في الاول مجموعة من الكورسات الخاصة بالمهارات الشخصية المهارات الاتصال مهارات العرب ادارة الوقت ادارة الدغوط يمكن دخلنا بعد كده على المهارات الاخرى او الموضوعات الاكبر في ادارة الاعمال يعني ودي الميزة الاكبر يعني تقريبا نفس اللي انا درسته في ماجستير ادارة الاعمال درست موضوعات شبيه هبيب الزبط فيها وده بيورينا ازاي رؤية الدولة في انها بتخرج حد هو مؤهل علميا وسياسيا سياسيا بس درستنا تسويق درستنا ادارة اعمال درستنا موارد بشرية درستنا ادارة محلية كمان درستنا النظام الدولة نفسه النظام العالمي النظام السياسي درستنا سياسات امنية امن قومي يعني تقريبا ما فيش موضوع سواء على مستوى الاداري او على المستوى السياسي سواء داخلي او خارجي احنا ما كناش درستنا اللي هي لان البرنامج بيهدف لانه يخرج قائد مؤهل بالموضوعات المختلفة اللي هي العالم كله بيتحدث بيها او بيتكلم بنفس اللغة لغة التحول والرقمي لغة الانترنت الاشياء والموضوعات اللي بقت على الاجندة دلوقتي جدا كمان بتشتغل في وزارة الاتصالات يعني عايزين نعرف ازاي بقى ناوي طبق اللي انت استفدته من البرنامج في عملك في وزارة الاتصالات يمكن انا بدأت من سنة او السنة الماضية بعد التخارج على طول بدأنا نطبق الموضوع في نقطتين نقطة التحول الرقمي عشان نمشي مع قطة الدولة واحنا يمكن كوزارة طبعا ده الملف بتاعنا ولكن يمكن نزلنا بملفة التحول الرقمي بما اني بشتغل في قطاع المشروعات التنموية او مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية في وزارة الاتصالات ودي معنية اكتر بالمواطن نفسه فبدأنا ان احنا نشوف ازاي الحلول توصلنا للمواطن في وسط ان احنا في ازمة كورونا اللي كانت بتحصل فكرة ازاي تدير احنا ببقى عندنا تقيمة في الادارة حوالي 12-22 مشروع حاليا فكرة ازاي تدمج ازاي تعمل تغيير مؤسسي جوة المنظومة وده تعلمنا في الاكاديمية وده احد الحاجات اللي بتقوم بها الاكاديمية كمان ازاي ان انت تحاول تحط كل حد في مكان ويمكن ده اشتغلت عليه السنة اللي فاتت ازاي ان احنا نساعد الناس على انها تبقى اكتر انتجية في وسط الظروف اللي احنا كنا فيها لا يعني تقريبا فكرة حتى العلاقات نفسها ما بين المؤسسة والمؤسسة الاخرى يعني بمساعدة زمانية طبعا عملت تعاونات كبيرة الفترة اللي فاتت يعني شكرا يا محمد يعني مشاهدين كان معنا محمد مجاهد وهو احد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيامة شكرا